أهلا بحضراتكم من جديد إن بارح كان الكابتن سيف زاهر اللي بكن ليه كل التأدير والاحترام وأحد الإعلامين المميزين بكل تأكيد كان لمح ببعض التلمحات اللي بتتعلق بي عودة أحد اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت الأخيرة دي تحديدا وقال إن اللاعب ده راح لنادي كبير مش نادي الزمالك فأكيد أصده أصده على نادي بيرمدز يعني موضحة جدا وفيه رجال أعمال تدخلوا لإعادة هذا اللاعب للأهلي واللاعب موافق وفيه كلام وفيه مفاوضات وكلام من هذا القبيل يعني طبقا لمعلوماته هو لكن تركز معايا بقى في اللي أنا حقوله لك ده وده كلام مهم جدا وحاسم كلام مهم وحاسم أي لعب خرج من النادي الأهلي لهذا النادي الكبير اللي بيتكلموا عنه باب العودة بالنسبة له للنادي الأهلي مقفول بالضبة والمفتاح والسلاسل والجنازير وحاقل اللي أنت عايز تحطه على الباب حطه أي لعب من هؤلاء اللاعبين اللي خرجوا بشكل أو بآخر من النادي الأهلي ما فيش أي كلام إطلاقه أنه هو يرجع وينضم من جديد للنادي الأهلي أنا بحسم لحضراتكم الموضوع هو ولما حقول حاجة هنا من خلال شاشة قناة النادي يبقى حاجة أكيدة ما فيهاش نقاش يعني فكل هذه التلبحات مرفوضة بالنسبة للنادي الأهلي لكن حقق أي أعلامي حقق أي صحفي أنه هو يكتهد دي شغلانة بتاعتنا وده طبيعي جدا يعني لكن إحنا بنأكد لحضراتكم أن الموضوع ده مقفول تماما ممكن البعض قال لك أصل هو أصده على مش عارف مين أصده على مين أنا مش بحدد أسماء هنا ألا بقول فلان ولا علان أنا بتكلم على التوتر أي لعب مش بحدد اسم أي لعب خرج من نادي الأهلي بشكل مش جيد مش عايز أقول تعبيره أكتر من كده باب العودة للنادي الأهلي بالنسبة له مغلق تماما حتى لو هو بص يعني بيتمنى وبتاع تبقى للي قاله برضو الإعلامي الكبير الكابتن سيف زهر فده أمر محسوم وده أمر حبيت أن أنا أكد عليه مع حضراتكم في الجزئية دي تحديدا